الله أكبر الله أكبر أشهر أن لا إله إلا الله أشهر أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حني على الصلاة حني على الصلاة حني على الملاح حني على الملاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله المنافق في الدرك الأسفل من النار ومن أشد الناس عذابا والنفاق نفاقا نفاق عقدي وهو الذي يعتقد بقلبه غير الإسلام ويظهر الإسلام ونفاق عملي يكون ببعض الأقوال وببعض الأعمال كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا أت من خان إذا عاهد غدر وفي رواه إذا خاصم فجر والنفاق عباد الله كان موجودا في أول الأمر لم يكن موجودا في مكة وإنما ظهر النفاق لما انتصر المسلمون ولما كانت لهم السيادة فكان النفاق في المدينة ولم يكن في مكة لأن أهل مكة المسلمون الذين كانوا في مكة كانوا يعذبون من أهل مكة وينكلوا بهم ويشعروا إليهم لأن أهل مكة ما أرادوا الإسلام وحاولوا القضاء على دين الله سبحانه وتعالى فالقاعدة أن النفاق يكون في الأماكن التي فيها لهؤلاء المنافقين فيها مصالح معينة ولكن أن يكون النفاق بين المسلمين وهم يذبحون ويقتلون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واعلموا عباد الله أن معظم بل جل الفتن التي حصلت بين المسلمين كان سببها النفاق وكان سببها المنافقون وكذلك خسارة المسلمين في بعض الحروب كان سببها النفاق والمنافق نسأل الله العافية والسلام والعبد المؤمن يجب عليه أن يخاف من النفاق أن يخاف أن يكون من أولئك الذين يتبعون طريقة عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين أو الذين كانوا معه يأتون إلى المسلمين بوجه ويأتون إلى الآخرين بوجه آخر كانوا يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلاتهم لا يقبلها الله سبحانه وتعالى كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أصحابه بدأوا بالكلام فيهم وبالطعن بهم نسأل الله العفية والسلام فإذلك اليوم الذي نراه في وضعي في حالنا هذا نرى أن النفاق قد عم وطم واليوم المنافقون ما يحتاج حتى يخف النفاق وإنما يظهر النفاق ولا حول أقوة ألا بالله يمدحون في آخر المطف وأما أهل الإيمان والإحسان الذين يلتزمون بدين الله سبحانه وتعالى لا يكذبون ولا يغشون ولا ينافقون فتجد أن الكثير من هؤلاء أهل الإيمان أنهم يحاربون وينكل بهم ويزج بهم في السجون نسأل الله العفية والسلام أيها المسلمون لما بدأت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم كان ذلك بعد مقتل عمر لأن عمر بينه وبين الفتنة باب فإذا ذهب عمر انفتح باب الفتنة فكان عهد عثمان رضوان الله عليه وعثمان من أفضل الناس ومن أفضل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة عثمان في الجنة هكذا عثمان في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماتت الأولى ثم تزوج الثانية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي بنت أخرى لا أعطيتها لعثمان رضوان الله عليه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ولما جهز عثمان جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعد هذا اليوم شيء ما يضره بعد هذا اليوم رضوان الله عليه كيف قتل عثمان المنافقون كانوا السبب في قتل عثمان ألبوا عليه الناس ألبوا عليه الناس اتهموه في ذنته واتهموه في إيمانه واتهموه في إدارته واتهموه في أخلاقه فألبوا عليه الناس وكانت المسألة أنهم قتلوا عثمان في بيته وهو يقرأ القرآن شهيدا رضوان الله عليه وهذا الذي يجري دائما عباد الله فعلينا أن نحذر النفاق والمنافقين ولكن هذا لا يعني أننا نشكك في الناس وأننا نشك في الناس فالأصل في المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ولكن أن يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى فدين الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أحب إلينا من أي شيء آخر في هذا العالم ولذلك عباد الله كان الصحابة يخشون على أنفسهم يخافون على أنفسهم من النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لحذيفة بعض أسماء المنافقين فكان الناس يسألون حذيفة هل ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم مثل عمر رضو الله عليه كان يسأل حذيفة هذا السؤال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عمر بالجنة وبشر أبا بكر بالجنة وبشر علي بالجنة وبشرهم بالجنة ولكنهم ما تركوا العمل فيجب علينا أن نعلم عباد الله أن في وقتنا هذا في الوقت الحاضر الذي نعيشه أن النفاق صار أمرا واضحا ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم وخاصة في التعاملات بين الناس في قضية الغش في قضية عدم الالتزام بالعهد وعدم الالتزام بالوعد وفي قضية الكذب نسأل الله العافية والسلامة فمن كانت فيه صفة أنه إذا حدث كذب وإذا أتوا من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف من كانت فيه هذه الصفة فليراجع نفسه فإن هذا فيه صفة من صفات المنافقين ليس القصد مرة يعني مثلا إنسان وعدك مرة فما وفى هذا أمر قبيح ولكن من باشرة يقال له أنت منافق ويحكم عليهم النفاق أما إذا كانت صفته أنه يعد ولا يفي أنه يحدث ويكذب فهذا فيه خسلة من النفاق فمن كانت فيه الخمسة فهذا منافق نسأل الله العافية والسلامة فأسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الإيمان وأسأل الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من النفاق ويطهرنا من أعمال المنافقين ويطهر الأمة من النفاق والمنافقين liebe مسلمين die هؤلاء sind in der schlimmsten Stufe der Hölle in der schlimmsten Stufe und die werden die schlimmste die bitterste Strafe bekommen am letzten Tag die هؤلاء sind diese die innerlich den Islam verleugnen und den Islam nicht lieben den Koran nicht bestätigen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht lieben und nicht folgen und nicht bestätigen aber nach außen zeigen sie sich anders als ob sie gute Muslime wären und das ist der Haupt Nifak oder der große Nifak die große Heuchlerei und wer sowas hat dann ist kein Moslem und da gibt es zwei Arten von Nifak zwei Arten von Heuchlerei eine große Heuchlerei und das ist dass die Person den Islam verleugnet aber nach außen sich als Moslem begibt und es gibt die kleinere Heuchlerei das sind Eigenschaften die auch ein Moslem haben könnte aber die sind die Eigenschaften von den Heuchlern und die Eigenschaften von Heuchlern hat Allah im Koran beschrieben die sind circa 40 Eigenschaften und der Prophet hat sie auch zusammengefasst und er sagte wenn er redet lügt er wenn er spricht lügt wenn er Vertrag macht dann hält er nicht den Vertrag wenn er verspricht dann hält er sich nicht an sein Versprechen und wenn ihm etwas anvertraut wird dann hält er sich nicht daran und wenn er streitet dann übertreibt er im Streit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte wer eine Eigenschaft von diesen hat dann hat eine Eigenschaft von Heuchlerei aber wer die alle zusammen hat dann ist es ein Heuchler möge Allah uns bewahren in der islamischen Geschichte in der islamischen Geschichte waren die Heuchler Hauptgrund für Probleme für Unheil für Stiftung von Unheil und Problemen unter den Muslimen und das hat angefangen in Medina als die Muslime die obere Hand gehabt haben in Mekka gab es keine Heuchler weil die Muslime in Mekka weil die von den Kuffar von den Götzen die ihn nahm von den Muschrikien von Mekka gefoltert wurden die Muslime und sie wurden getötet deshalb könnten diese Heuchler wenn sie heucheln werden könnten nicht zeigen weil wenn sie sagen wir sind Muslime dann werden sie große Probleme bekommen aber in Medina als die Muslime die obere Hand gehabt haben und als die Lage der Muslime verbessert sich verbessert hat dann gab es Heuchler in Medina und der Führer von ihnen war Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul der war der Führer von den Heuchlern diese Leute haben hinter die Propheten gebetet als sie den Propheten gesehen haben dann haben sie ihn gelobt als der Prophet sie verlassen hat dann haben sie den Propheten beschimpft sie haben sich lustig gemacht über den Propheten über die Gefährten vom Propheten über die Sahaba und diese Leute waren Hauptgrund für die Probleme in unserer Zeit gibt es Heuchler aber komischerweise trotz dass die Muslime große Probleme haben getötet werden gefoltert werden gibt es unter ihnen Heuchler aber diese Heuchler haben eine Funktion dass sie Unheil stiften Probleme stiften unter den Muslimen und dass sie für die Feinde des Islam da sind damit die Muslime immer niedergemetzelt werden möge Allah uns befahren die meisten Kämpfe die Muslime verloren haben in der Geschichte waren unter anderem mit einem Grund da waren die Heuchler dabei und die Heuchlerei möge Allah uns bewahren die Gefährten von unserem Propheten haben Heuchlerei gefürchtet und sie haben Angst gehabt dass sie heuchlerische Eigenschaften haben sie haben sich nicht begeben so als ob sie ins Paradies wären obwohl der Prophet ihnen gesagt hat ihr kommt ins Paradies aber sie haben Angst vor Heuchlerei gehabt oder vor Eigenschaften der Heuchler die Probleme unter den Sahaba haben angefangen nach dem Töten von Umar weil der Prophet ihm sagte zwischen dir und Fitna gibt es eine Tür wenn du weg bist dann wird diese Tür geöffnet und nach der Zeit von Umar gab es die Zeit von Uthman Uthman sagte wie soll ich mich nicht schämen vor einer Person die Engel schämen sich vor ihm Uthman und als Uthman die Armee von Tabuk als er das finanziert hat sagte der Prophet ab heute schadet Uthman nichts egal was er tut und der Prophet sagte Uthman ist im Paradies der Prophet sagte Uthman ist im Paradies der Prophet hat Uthman seine Tochter Ruqayya gegeben nach dem Ableben von Ruqayya hat Uthman die zweite Schwester und die Tochter von unserem Prophet Geheiratet und dann starb sie auch dann sagte der Prophet wenn ich noch eine Tochter hätte dann werde ich das Uthman geben Uthman der gute Mann der immer Koran gelesen hat der Mu'min der ins Paradies mit Sicherheit ohne Zweifel kommt haben die Heuschler angefangen gegen ihn zu hetzen die haben die Leute gegen ihn gehetzt indem sie über sein wirtschaftliches System gesprochen haben und sie haben ihn angegriffen und sie haben gesagt er kann nicht führen und er nimmt Leute bei sich und andere nicht und das war alles gelogen und dann haben sie das zu gemacht die waren in Basra und in Ägypten dass sie die Leute so aufgehetzt haben gegen Usman und dann am Ende kamen sie nach Medina und sie haben Usman in seinem Haus umgekesselt und am Ende haben sie Usman Usman getötet während er Koran gelesen hat er konnte er konnte das so machen dass er die Sahabe befiehlt dass sie diese Leute annulieren aber er sagt nein ich werde niemals zulassen dass Blut in der Stadt vom Propheten in Medina geflossen wird durch Usman und er hat das gewählt dass er getötet wird als Schahid wie der Prophet gesagt hat als dass er in Medina Blutbad macht möge Allah mit Usman zufrieden sein wer waren das das waren die Heuchler die dazu beigetragen haben dass Usman am Ende getötet wird und in der Geschichte gibt es so viel was ist unsere Haltung eigentlich da sollten wir unsere Herzen prüfen ob wir solche Eigenschaften hätten diese Eigenschaften von Heuchlern wir sollten unser Iman erneuern und wir sollten immer Allah darum bitten dass wir keine Eigenschaft von Heuchlern bekommen die lügen die betrügen die haben zwei Gesichter die hetzen gegen die guten Muslime aber gegen die schlimmen die kriminellen die sind befreundet mit ihnen und in jeder Zeit wirst du Heuchler finden und in jeder Moschee wirst du Heuchler finden in jedem Land wirst du Heuchler finden und subhanallah heute sprechen die Heuchler öffentlich aber die guten Leute werden ins Gefängnisse gesteckt möge Allah uns auf dem richtigen Weg Islam festigen möge Allah uns verzeihen vergeben Möge Allah subhanallah und Sins Paradis bringen الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيمة كثيرا ثم أما بعد الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة أو الزوجة الصالحة فمن كانت زوجته صالحة فليفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى وليتعامل مع هذه النعمة بالصبر وبالرحمة وليتعامل مع هذه النعمة بالشكر إذا كانت الزوجة صالحة فأحمد الله سبحانه وتعالى على أنك عندك زوجة صالحة لأنه هذا خير متاع الدنيا وأحسن شيء في هذه الدنيا هذه المرأة ستربي أبنائك هذه المرأة ستكون معك وستحمي عرضك وهذه المرأة ستكون بجانبك دائما إن شاء الله إن كانت من الصالحات وإذا كانت الزوجة صالحة وجب على الزوج أن يكون أصلحا منها وأن يعاملها معاملة طيبة وأن يتق الله سبحانه وتعالى فيها ولكن نحن في أوروبا وأين تجد في أوروبا اليوم الزوجة الصالحة نص الله العافية والسلامة أو أين تجد أولاً الزوجة الصالح الرجل الصالح ولا حول ولا قتل بل الله العلي العظيم وعندنا مشكلة اليوم في أوروبا اللي هي صارت واضحة ويجب أن نتكلم عليها حتى نبين هذا الأمر مجرد ما يكون مشكلة بين الرجل والمرأة تذهب المرأة وتشتكي عليه وتتهمه اتهامات أنه حال يقتصبها أنه يتعامل مع الأطفال معاملة كذا أنه ضربها أنه هددها أنه كذا إذا ما وجدت شيء آخر شيء تقول يذهب إلى المسجد وهذا المسجد هو من المسجد الخطيرين وإلى الإمام فلاني نعم هذا واقعنا طيب هل كل النساء هكذا؟ لا ولكن هل هذا موجود؟ للأسف نعم هل هذا صار كثير؟ للأسف يكثر يعني بدأت المسألة بمرأة اثنين ثلاثة خمسة سبعة نعم قد يكون الرجل سيئا وقد يكون الرجل ما يعامل هذه المرأة معاملة طيبة ولكن هذا لا يعني أنها تفتري عليه وكذلك بالنسبة للرجل لا يفتري على المرأة بعض الناس يتزوج المرأة يومين ثلاثة ثم يلا ارجعي إلى أهلك وهذا يا أخو برك الله فيكم يجب أن ننظر إليه لأن هذه المشكلة إذا تطورت إذا تطورت خريبت كثير من البيوت من بيوت المسلمين وهذا سيسيء إلى المجتمع الإسلامي في هذه البلاد ولو ما عنده مجتمع إسلامي هنا ولكن نسأل الله العافية والسلامة فذلك سبحان الله يعني يا أخوة الإنسان يستغرب ويقول سبحان الله بعض الأخوة يحدثني ويقول والله كانت في بلادنا في بلادنا كنت لما أدخل كانت أتي ويعني أعزكم الله تخلعني الحذاء والجوارب وتنظف لي قدمي وتغسل قدمي فلما وصلنا إلى أوروبا صارت وحش ولا حول ولا قوة إلا بلادنا بل بعض النساء وصلنا إلى أوروبا أول فعل فعلته المتطورة المتحضرة المتحضرة الفهماني أول شيء فعلته نزعت الحجاب وقالت ها ورمت الحجاب طيب هل هذه كل النساء لا ليست كل النساء ولكن هل هذا موجود صار موجود والقضية التي يجب أن أنبه عليها وأرجو أن تنتبهوا لا بارك الله فيكم أن بعض نساء المسلمين تعرفنا على بعض الجمعيات النسوية وإذا كان في في العالم نفاق وكفر فهذه هي الجمعيات يعلموها بعض الأمور نسأل الله العافية والسلامة يعني يعلمون وخاصة النساء المسلمات وخاصة إذا كانت محجبة أما المرأة الصالحة التي تتقل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تخون زوجها ليس القصة الخيانة هنا في قضية الخيانة الزوجية يعني في قضية الزنا وأنما أن تخون العهد مع الزوج بينك وبين الرجل مشكلة في حل الله سبحانه وتقول الطلاق مرة فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان وللرجال يقول اتقل لها عبد الله لما تأتي امرأة وتقول لك أنا ما أريدك أنا ما أريدك ما أريد أن أبقى معك خلاص انتهى الأمر طيب لماذا لماذا تمسكها وبعدين تتكلم فيها وتقول هي كذابة وأخلاقها مو جيدة طيب ليش ما أسكها إذا فهذه المسائل الآن تكثر مع زياد عدد المسلمين في هذه البلاد ومع النفاق الحاصل والعداء للإسلام وبرك الله فيكم مع الجهل بين المسلمين فاصل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق عندك مشكلة مع زوجتك زوجتك عندها مشكلة معك ولكن نحن مسلمين نحن مسلمين أول شي تحل المسألة عبر المسلمين ما تروح مباشرة أنت أو هي تحل المسألة وتخرب المجتمع المسلم وتخرب أولادك وفي آخر الطريق الذي يدفع الضريبة ويدفع الفاتورة لهذه المسألة هم الأطفال نسأل الله العافية والسلامة ليبا مسلمين ديزا دونيا بارك الله فيكم إس فجنجلي ومن دين تيمن دي أم باستن ان ديزا دونيا زند او دي باستن غابن ان ديزا دونيا هو أن تت أن تت شهر سائل دونيا أيضًا لو أن تت شهر سائل virtueلك تستعر بمج famine فهر هات machinery في تهم الله يجب أن تحرم إ شخط أن تنقació من تحرم المكان الذي تدفع بالخلط primeraover وما ترين أن تذلم الحمكم سيدnatural تứلمك تقوم بالثالة أرجع الله سبحانه وتعالى انا ام ان ا فيدي بالضغط جيد وتكون عودة و شاشة سهاش ن Personal سهاش رساة يحبا ما أحييو، كيف هي أن نعم her، أن يكون فيها، تداريك، نعم، نعم، لدينا ربعنا، نعم، لدينا ربعنا، نعم، 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 ونعم، أعطني فيها خصوصككككككك وققال، لكننا، لقدر، لقدر، فالسلة لذلك المهمة، أن هناك تحضير هذه الأشخاص المصرات لعبة المسلمين. وما أعطى هذه الأشخاص المناتون لذلك، فالسلة تحضير هذه الأشخاصة التي تبقى لها الغدية. هذه الأشخاصة الأشخاص التي تقولون تبقى لها الغدية، التي يشترون باليمن كلهم ضد THE ISLAM أَبراهم 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 ي坐ب في هذه المنازلة وسيكون ذلك وأن يشترون بالأمر وبدأ الإن дом 的人 يحب المعال يشترون الله هناك story يشترون كلها وأنا في الاسلام ولكن في لن المساعدت هناك فالعمال فإن الجيدة لم تقوى مكاناً هذا ليس مع النظام بل أنها سيده إذا قد يمت تهييران فإن الله سيده وإرها الله سيده ولكن أهلاً تقوى تقوى أنه مكاناً وأن الله ايضاً وأن الله تعرفت وأن الله تعرفوا تقوى إذا سيحدث مكاناً فإن الغائرة الأمر ولم يؤخص زنده ثم ي茂여 نزيده وما يجعت من توفره وات قد لديogenous وكان يبدون إلى هل هذا اوهل جسوه الخير لديه واحد يصبح حيانا يصبح عيار لكم هل سي Polish وما يدى أنه لا يسمح يحيط في الحجاب فهل وكان يدى النبي الإنظام الادغة الثانية يقول أنه مجسد في المسنة وصف success مجسد في المسنة إذا كنت تحيب سيقول أنه مجسد سيقول Hampir سيقول لكن سيقنه سيقنى التي تتج subscribers أن الاسلام سيكون ويظام الأولى ويظام من عفق رأيس أنهم فهمهم أيديو خالي من جيدون لغاية أو أن أعلم أيضا أيضا أنم يزال من أبدا يزالها من لحظة أبدا أو أنهم أليم أن يلا أبدا لكن علينا انه يدعم ليس للمسلم يا جهب صحيح ولكن حيث أنت محاولة من الحراء؟ ملغ الله تعالى سبحانه اللهم إذاكرة ياي مسلمين لدينا حيث مع المسلمين ويفر دل الأسامل ذلك المسلمين هذه الدورات إسلام وليس وليس ويجب الله لا يرجى الله وأن يتحدث عن نالك أن يمنع الأمر فيها الأن سرعت هنا بعض الأن لكن عليهم تتواحدة حيث تتواحدث عن ملاحظة وهو منه أو منه يجب أن نهائع للكامل ورائنا نسيب أن نوعًا نسيتم الدنيا سوف تشعر بالله في الدنيا أستطيع كافة und du kannst viel machen was du willst aber wenn der Engel des Todes zu dir kommt Todesenkel zu dir Engel zu dir kommt und wenn du sterbst dann gibt es nicht mehr dass man sagt lass mich zurück möge Allah uns bewahren uns auf dem richtigen Weg Islam festigen möge Allah verzeihen vergeben allahumma s'ihte بينina wahlib بين قلوبina wadinasubh al-islam yunjina من الظلمات الى النur allahumma s'u'l islamu az'l muslimin allahumma s'u'l islamu az'l muslimin allahumma arhamin al-muslimin في كل مكان في لبنان وغزة والشام وفي أرض الإسلام في كل مكان يا رب العالمين allahumma cun مع المسلمين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين allahumma cun معهم ولا تكن عليهم allahumma ثبت أقدامهم allahumma ثبت أقدامهم allahumma ثبت أقدامهم allahumma عليك بعدائك أداء الدين allahumma عليك بهم فإنهم لا يعجزونك allahumma عليك بهم فإنهم لا يعجزونك allahumma ثبت قلوبنا على الإيمان وأعمالنا على الإسلام allahumma إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة